بسم الله الرحمن الرحيم موضوعنا اليوم بتكلم على الستريبتو كوكاي على طبق البلد أجار طبعا كلنا بنعرف انه الستريبتو كوكاي هي ممكن تكون ماخدة شكل اتنينات او تلاتات او سلاسل زي الصورة هادي الستريبتو كوكاي لو عملنا لها كتاليز تست راح تكون كتاليز نيجاتيف وهذا اللي حيميزها عن الاستفيلو كوكاي واللي هي كتاليز بوزيتيف الستريبتو كوكاي معروفة انها بتظهر على البلد أجار باحد4 اشكال اما بتكون ماخدة شكل alpha هيموليتك استريبتو كوكاي وهذا دليل على التكسير الجزئي للدم او beta هيموليتك استريبتو كوكاي يعني عاملة تكسير كل للدم او gamma هيموليتك استريبتو كوكاي يعني ما فيش اي تكسير للدم في الالفا هيموليتك استريبتو كوكاي راح نعمل sensitivity ونحط اعطاني sensitive راح نسميها ستريبتو كوكس نومونيا اعطاني رزيستانت راح نسميها في حالة ما تكون اللي عالطبق بس بيتا هيموليتك ستريبتو كوكاي راح نحط اه مع السنسيتيفتي تيست البس تراسين ديسك وفي حالة ما كانت سنسيتيف راح تكون هادي ستريبتو كوكس بيوجينيز واللي هي جروب اي كانت ممكن تكون جروب بي او اه في حالة ما نعملها كامب تيست تكون تعرف بالستريبتو كوكس اجالكتيا اما ان كانت جاما هيموليتك ستريبتو كوكاي فحنزراها على البيلسكولين وممكن نعملها جروبينج وفي الغالب راح تيطينا جروب دي تعالوا نشوفوا مع بعض اول حاجة الالفا هيموليتك ستريبتو كوكاي شكلها على البلد اغار لونها اخضر دليل على البارشال هيموليسيز للبلد الموجود في الميديا هادي الصورة يتعبر عن والفا هيموليتك ستريبتو كوكاي في عينة وهنا الفا هيموليتك ستريبتو كوكاي في عينة لنفس المريض هنا نفس الفا هيموليتك ستريبتو كوكاي بس على الالتشوكلة اغار هنا عملنا للألفا هيموليتك ستريبتوكككاي وحطينا الأبتشين ديسك إذا أعطاني 14 مليمتر القطر في السنستيفيتي فهو سينستيف إذا ما أعطنيش أي زون بتكون قلنا السنستيف للستريبتوككاس نومونيا وريزستنت للفيريدانز ستريبتوككاي تحت الميكروسكوب تظهر الألفا هيموليتك ستريبتوككاي سواء كانت ستريبتوككاس نومونيا أو فيريدانز ستريبتوككاي على شكل جرام بوزيتف ديبلو كوكاي هذه صورة من عينة سي اس اف فيها كتير من البص وفي معاها الالفا هيموليتك ستريبتو كوكاي ماخدة الشكل هذا البيتا هيموليتك ستريبتو كوكاي من اسمها هي ماخدة كومبليت هيموليسز على الطبق منشوف هنا شكل البيتا هيموليسز على الطبق منلاحظ وتحتيها وعلى دائرها في بيتا هيموليسز واضح وكل ما رفعنا الطبق في الضولة فوق بتظهر البيتا هيموليسز بشكل اوضح طبعا احنا كل اللي حنعمله في الحالة هادي انه حنعمل سنستيفيتي على بلد اجار ونحط البسترسين ديسك عشان نقول هادي ستريبتو كوكاس بايوجينيز والله اجالاكتيا هنشوف هادي الصورة هي نفسها لنفس الطبق ونفقارن بينها وبين بيتا هيموليسز على البلد اجار ناتج عن جروث لاستفيلو كوكاي منلاحظ انه الاستاف اخشن في الجروث منلاحظ انه البيتا هيموليسز اكبر لانه اصلا الجروث في الستريبتو انعم وفي الاستاف بيكون اخشن هنا الصورة تانية برضو بتعبر عن كولونيز للستفيلو كوكاي على دائرها في بيتا هيموليسز وهنا كولونيز للستريبتو كوكاي وعلى دائرها في بيتا هيموليسز الكولونيز الكبيرة هادي استاف والصغيرة استريبتو كوكاي وقلنا المميز الاساسي بينهم الكاتاليز ديست هنا اعملنا سنستيفيتي على بلد اجار وحطينا البسيطرسين ديسك اعطاني زون اي زون اي انهيبشن زون حوالين الديسك هنقول عنها سنستيف وحيكون الورغانيزم استريبتو كوكاس بايوجينيز اي ظهور لهذا البسيطرسين هتكون محتاجة وبعد كده بنقول عنها استريبتو كوكاس اجالاكتيا القاما هيموليتيك استريبتو كوكاي هي عبارة عن عدم وجود اي هيموليسز حوالين الكولونيز او تحتيها وكتير بتكون جريب شكلها على الاستفيلو كوكاي فاحنا كل اللي حنعملوا لها اه طبعا نعمل ويتمونت منها حنشوفها انها مش كانديدا وحنشوف انها ماخدة شكل سلاسل حنعملها اه بعد كده اه ممكن نعملها كتاليز نتأكد انها استريبتو مش ستاف بعد كده حنعملها جروبينغ وغالبا الجروب دي هي اللي حتظهر معانا في حالة ما تظهر بالشكل هذا حنعمل اه حنعملها فحص بعد اكب من ساعة كده اخر النهار حتلاقيها اعطتني لون اسود دليل على انها هادي طيب في يوم الايام ظهرت عندي مشكلة اجتني عينة بلد كالتشر لمريض فتحنا الطبق بعد ما زرعناها لجينا جروث بالشكل هذا اميل واقرب للالفا على البلد ماشي مع اللون لكن على التشوكلة اختلف اللون شوية شوف البلد هنا جروث ناعم وعلى التشوكلة جروث واضح انه مش نوع واحد اه شكينا في الامر انه هادي كلها عبارة عن كونتامينيشن حاولنا انه اول خطوة نعملها اه انه احنا نعمل ويتماونت حطينا على الميكروسكوب عينة وعملنا ويتماونت الويتماونت اه عبارة عن نقطة صلاين وبحط منها من الجروث هذا اللي طالع في الصلاين وبحط كفار بتفرج على الميكروسكوب ظهر عندي المنظر هذا اعملنا تكبير للصورة بالهايباور فيلد لقينا الشكل هذا هذا كله ينم على انه هذا اللي طالع على الطبق مش حاجة ذات قيمة وانه كونتامينيشن وملوش اي قيمة ومش صح انه احنا نعتمد النتيجة وانه نعمل الها سنستيبتي كل المطلوب كان انه احنا نطلب عينة جديدة ونعتبر النتيجة هادي كونتامينيتد سامبل اذا اصبح اندي في هذه الحالة وفي هذه النتيجة الفاينال ديسيجن والقرار النهائي كان للنتيجة هادي انها كونتامينيتد سامبل كده ممكن وصلنا لنهاية الحديث عن اشكال ستريبتو كوكايا على البلود اغار والى اللقاء اشتركوا في القناة